اي رهان على غير كلمة الشارع العراقي خاسر واي مقالة غير هتافات المتظاهرين لن يسمع صداها في العراق الجديد المنبعث من شرارة ثورة تشرين عام ونصف او يزيد على انطلاق الثورة مرت بمراحل عدة وفي كل مرحلة يكتسب المتظاهرون تجربة جديدة وينضج وعيهم السياسي اكثر حتى باتت خطط الحكومة في احتوائها فاشلة ومخططات ايران في اخمادها ذهبت ادراج الرياح هذه الايام تذكر ببداية الثورة تظاهرات تملأ الميادين والشوارع ومحافظات خرجت عن بكرة ابيها ودعوات لمليونية جديدة في بغداد في الخامس والعشرين من شهر ايار الحالي البركان الجديد كان لهيبه الاول اغتيال الناشط في كربلائها بالوزن حيث ادرك المتظاهرون العراقيون ان الميليشيات لن تكف يدها ولن توقف اجرامها حتى تقضي على اخر ناشط في التظاهرات كما ايقنوا ان الحكومة الحالية كما سابقاتها لن تستطيع ان تنفذ شيئا من وعودها لا مصادرة السلاح المنفلت ولا ضبط الوضع الامني ولا انقاذ الشعب من ازمته الاقتصادية فماذا تبقى اذا غير الثورة الجامعة من اجل التغيير الشاملي والجذري نواب في البرلمان ادركوا ان الامور خرجت عن السيطرة واقروا ان الاجراءات الضعيفة للحكومة الحالية بشأن ملفات حصر السلاح بيد الدولة وعدم السيطرة على المسلحين الذين يتجولون في الشوارع والكشف عن قتلة المتظاهرين وغيرها من الاسباب تدفع يوميا الشعب العراقي الى الاحتقان ونبذ الاجواء السياسية واحزاب السلطة كما انها تدفع العراقيين الى مقاطعة الانتخابات وامام فشل الحكومات المتعاقبة ووجود دولة الميليشيات العميقة لا يمكن المتظاهرين التراجع او القناعة ببعض التغييرات الحكومية الشكلية لان الناهضة بنصف ثورة كمن يحفر قبره بيده